فالهلال طبعا مع كل الحاجات اللي احنا حكيناها دي هيبقى نازل متحفز جدا ضد الاهلي وهنا بقى انا عايز اتكلم بصراحة عن بيان اتحاد الكرة لان هو احنا كل الظروف اللي احنا بنتكلم فيها دي بتزود اصلا من سخونة المطش فالتحاد الكرة كأن ما اتكانش شايف ان دي كلها حاجات كافية علشان المطش يبقى سخنة فراح مزودة ببيان غريب جدا والبيان حتى لو يعني لو ده كان تحرك من اتحاد الكرة فالبيان يا جماعة سيختوحشة اوي يعني كأنك رايح بتكسب اعداء زيادة عن الاعداء الموجودين يعني لو المطش فنيا سخن في الملعب فانت زودت السخونة اكتر بان انت رايح تقول للناس اه انا اللي طلبت ان الكاف ان يلعب المطش من جير جمهور اه انا انا اللي قلت له ان انا عايز احمل اهلي لا يعني مش منطقي انت لو انت لك تحركات زي دي مش ده وقت خالص اللي تاخد فيه اللقطة يعني مش دي وقت اللقطة انا فاهم كواس جدا ان ده اتحاد كرة جديد وانه جاي عليه اعباء بقى ان كان فيه خلافات ما بين الاهلي وما بين اللجنة السابقة لادارة اتعاد الكرة وانتهت نهاية سيئة جدا بان رئيس اللجنة يعلن ان الاهلي حيلعب باللعبين الدوليين في كاس العالم الاندية وبكل ثقة وليس كل ما يعرف يقال وفي الاخر خالص الاهلي بيروح يلعب من غير الدوليين فيبينك كأن رئيس اللجنة السلسية ده كان عنده امل او كان حاطة رهان ان منتخب مصر حيخرج بدري بدري وان العيبة الاهلي الدولية حتروح تنضم لهم في الامارات فمفهوم طبعا العبء ومفهوم طبعا ان اتحاد الكرة الجديد المنتخب عايز ياخد بنت عند النادي الاهلي وعايز يزود من شعبيته ومن جماهريته بان هو يكسب جمهور النادي الاهلي بس لا لا طبعا لعبة وحشة قوي يا جماعة لعبة وحشة قوي يعني ان انت فكر ان انت كده بتلعب لعبة بتكسب بيه او بتدخل رهان مع جمهور الاهلي فلا رهان خسران البيان صياغته سيئة جدا 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 انت بتزود من سخونة المطش كانك يعني بتزود من اعداء النادي الاهلي في السودان وان كانك يعني معلش السودان دي في النهاية هي دولة عربية شقيقة ما ينفعش تماما خالص ان صياغة البيان توحي وكان الاهلي رايح يلعب في دولة معادية وان جمهورهم متحمس ومتحفز لان هو يعمل مشاكل او ان هو يئزل عيبة الاهلي لا لا خالص خالص طبعا لو الاهلي طالب من اتحاد القرى ان هو يبعت للكاف يضمن اشتراطات امنية زيادة حتى لو طلب ان هو المطش يتلاقب من غير جمهور فلا ما ينزلش البيان بالشكل ده خالص تماما وخلينا نتفق ان مسئولية الكاف هي حماية اي نادي بيلعب في بطولة قرية خارج ملعبه يعني النهاردة لو انت جايلك مثلا يعني فريق غاني فمسئولية الكاف ان هو يحمل فريق الغاني ده في مصر ولو جايلك فريق من السودان فمسئولية الكاف ان هو يحمل فريق السوداني ده في مصر انت ممكن بسبب احداث المباراة اللي كانت من سنتين فاتوا فعندك شوية قلق زيادة فكلمت الكاف وقلت له يا كاف احنا طلبين حماية زيادة للاهلي او مش عايزين اللي حصل من سنتين فاتوا ده يتكرر تاني فلازم تبقى ضامن لو في جمهور حيحضر المطش لكن مش بتعتق خالص ان انت تنزل البيان بالشكل ده في وسط ما الامور مشتعلة وفي وسط ما الهلال نفسه داخل في يمكن في خلاف مع الكاف وان لأ ليه تبعت لنا في الاول موافقة لا طبعا صياغة البيان كانت سيئة جدا غير موافقة بتزود من الاعباء اللي ممكن الاهلي يواجهها في السودان واللي ايه ان شاء الله تبقى اعباء فنية بس يعني مش حاجة اكتر من كده في النهاية اخواتنا في السودان واشققنا في السودان دي ناس ما بيننا علاقات طويلة جدا عمري ما حيغيرها ماتش كورة ولا ولا سخونة احداث في ماتش لا طبعا اشتركوا في القناة